أكدت وزيرة أعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزها بوشارب أن الوزارة ربحت هذه السنة لها نعتماد الجهوية لإجراء مباريات الولوج للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية السيدة بوشارب أبرزت خلال ترأسها اجتماع عمل مع المدراء المركزيين للوزارة في إطال التحضير للدخول الجامعي 2021-2022 أن هذه المقاربة التي تم اعتمادها هذه السنة للمرة الأولى مكنت من دمقرطة الولوج بالنسبة للطلبة المنتمين لكافة الجهات هذا الاجتماع فرصة لطبيعة الحال وقفنا على النتائج الإيجابية التي حققناها خلال هذه الموسمة لسيما أن هذه الموسمة كانت فيهم أزمة جائحة كوفيد ومع العلم أنه كانوا إشكاليات في التمدرس ولكن الحمد لله رفعنا التحدي وكانت تجاوز نسبة النجاح كانت فقط 98% فيما يخص جميع الأسلاك التي كانت في المدارس ووفقا لبيانات الوزارة فقد تم قبول حوالي 13500 مرشح من أصل 34618 مسجلا لإجراء المباريات الجهوية لولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بينما اجتاز المسابقة 410 مرشحين